نعم مشاهدين كرام يهدف برنامج التدريب الصيفي أجيال الشرطة والذي نظمته القيادة العامة لشرطة الفجيرة بدورته التاسعة عشر للطلاب والخامسة للطالبات إلى تعزيز المسئولية المجتمعية لدى المشاركين من طلاب وطالبات المدارس والذين وصل عددهم في هذا البرنامج التدريب الصيفي إلى ستمية وتساطاش مشارك ومشاركة نعم مشاهدين يسرنا اليوم ويسعدنا أيضا أن نستضيف في فقارة حديث الفجيرة الدكتور فيصل سعيد الحفيتي محامي ومستشار قانوني ومشارك سابق في برنامج التدريب الصيفي أجيال الشرطة لكي يحدثنا أكثر عن تجربة الفريدة والمميزة مع هذا البرنامج وبعدش من فوائد والإيجابيات والخبرات التي اكتسبها وأثرت عليه في حياته المهنية وأيضا الشخصية مساء الله بالخير دكتور حياك الله نساكم الله بالنور ونتشرف اليوم متوجنا معكم على قناة الفجيرة الله يسلم الله يعافظ دكتور فيصل بداية نتحدث عن هذه التجربة المميزة لك في دورة أجيال الشرطة متى شاركت وكانت تتوقع الدورة الثانية صحيح؟ نعم صحيح لو تكلمنا أكثر عن هذه التجربة إن شاء الله بإذن الله في البداية أشكركم على هذه الاستضافة وكذلك على تسليط الضوء أكثر على برنامج أجيال الشرطة طبعا هذا البرنامج اللي كان حرص صاحب السمو الشيخ حاكم الفجيرة حمد بن محمد الشرقي على دعم هذا البرنامج وكذلك اهتمام صاحب السمو ولي العهد محمد بن حمد الشرقي على هذا البرنامج وحرصه أيضا ومتابعته المستمرة على نجاح هذا البرنامج منذ البداية طبعا الكل يعلم أن هذا البرنامج بدأ في 2003 نعم ونحن نتكلم اليوم عن أكثر من تقريبا 20 سنة أو أكثر بعد منذ انطلاق هذا البرنامج هذا البرنامج والله الحمد اليوم يشهد نجاح كبير طبعا لو لا دعم القيادة الرشيدة ولولا حرصها الدائم ومتابعتها لهذا البرنامج وكذلك حرصها على مشاركة الطلبة المشاركين في هذا البرنامج وسماع مقترحاتهم لتحسين هذا البرنامج لما وصل اليوم لهذا المستوى هذا العدد الذي تفضلت فيه في بداية هذا اللقاء طبعا أنا التحق في هذا البرنامج في عام 2004 يعني اليوم نتكلم في 2024 أكثر من 20 عام صحيح البرنامج هذا لم أنتوا شوي رجعتوا بالذاكرة لأكثر من 20 سنة وبالتالي سبحان الله في لحظات عشناها في هذا البرنامج لا يمكن أن ننساها طبعا في أشياء كثيرة استفدناها من خلال هذا البرنامج وكان هو حريص على نقل هذه المعرفة أو على نقل هذه المهارات لهذا الطلبة خلال فترة الصيف الكل يعلم اليوم الفترة الصيفية هي فترة طويلة وبالتالي لابد من إشغال الطلبة في هذه الفترة بأشياء تفيدهم بأشياء ترجع على المجتمع وتعكس ما هم يتعلموه على المجتمع بشكل أفضل هذا الفراغ اليوم وهذا الحيز لازم تشغله طبعا ببعض المهارات وبعض التدريبات وبعض البرامج حرصت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على عمل هذا البرنامج وكل القائمين كذلك والمدربين فيه على نقل هذه المعارف إلى هؤلاء المشاركين نعم ما شاء الله عليك دكتور أنا كنت أفكرك كبيرة طلعت صغير يعني الله يعطيك طولة الأمر أنا شهادة لا تعطي أن مرحلت الطفولة لمراهقة أنت حسبتها الآن بالأرقام الله يعطيك الصحة والعافية طبعا نحن جدا سعداء يعني تواجدك معنا قامة وقيمة قانونية حقيقة في إمارة البجيرة دكتور فيصل لحفيتي تشرفنا فيك أكيد وخلنا شوي نرجع لسنة 2004 اللي هي أكثر عن 20 سنة وقبل شوي أنت ذكرت كانت في لحظات جدا جميلة فأنا تحدينا راح أسألك عن هذه اللحظات والذكريات الجميلة اللي لا زال دكتور فيصل يتذكرها وخبرنا شوي عن جوانبها نعم طبعا من ضمن الذكريات اللي كانت هي كان أول يوم لنا احنا كنا في المدرسة وبالتالي كان أول دورة ندخلها نحن في 2004 اللي هي أجال الشرطة هذا البرنامج احنا دخلناها في الدورة الثانية وبالتالي ما سمعنا الكثير عن هذا البرنامج فلما دخلنا تعرف مسألة الضبط العسكري والطابور والالتزام والأشياء اللي مطلوبة منك تسويها والأشياء اللي ما تسويها وبالتالي هذه الذكريات كنا نتذكرها مع بعض الأصدقاء المشاركين معنا في هذا البرنامج وبين حين وفترة أن احنا نذكر بعض كيف كان أول يوم لك في اللقاء هذا شو سويت كيف رديت عليهم يعني تعرف احنا في بيئة المدرسة نوعا ما أنت في الحياة المدنية صحيح لكن لما تدخل للحياة العسكرية بالتالي أنت في ضبط وربط عسكري وهذا ينعكس لاحقا عليك في المستقبل يمكن أنت في البداية يعني ما تحس بهذه الأمور وما تحس بأهمية الأشياء اللي هم يعطونك إياها وبعد ما دخلنا طبعا وشاركنا اللي أذكره يعني ممكن موقف جميل أنا مرة تعرف احنا في لبس عسكري ولازم أنت تكون فصبحت الصبح يعني ما محصل اللي هي الاسم وكذا الحين أسير ولا ما أسير فيعني سرنا وحاسوا سمعنا الكلام فبالتالي هم كانوا حرصين دائما على النائضة الهندام الاسم طياثة كذا طبعا هاي الأمور احنا ما كنا متعودين عليها بدت في أجيال الشرطة الحقيقة هذا البرنامج انعكس علينا بشكل كبير حتى في حياتنا لاحقا أو بعد انتهاء الثانوية العامة اليوم لما تخضع لبرنامج يتضمن عديد من الدورات التدريبية يتضمن عديد من المحاضرات المحاضرات التثقيفية كان هناك في محاضرات تتعلق بخطورة المخدرات محاضرات تتعلق باستغلال وقتك في الصيف من الجميل كان بصراحة بعض المحاضرات كانت تتعلق انت بوضعك الصحي يعني كانت محاضرات صحية تتعلق كيف يكون نظامك الغذائي وبالتالي هذا كان شيء مفيد جدا لكل المشاركين في هذا البرنامج رائع يعني وإن شاء الله دكتور فيصل إلى جانب هذه الذكريات وليحظات الجميلة اللي مرت عليك في دورة أجيال الشرطة طبعا يعني هذه الدورات دائما تحرص أن الطلاب المشاركين معاهم دائما نقول يكتسبون مهارات يديدة يسقلون أيضا مهاراتهم شو هي أكثر المهارات دكتور بالفعل اللي بعد ما خلصت الدورة شعرت أنك بالفعل اكتسبتها أو في مهارات أيضا تم سقلها طبعا من ضمن المهارات المهمة اللي هي الرماية طبعا نحن يمكن سابقا أو ما يسبق هذه الدورة خضنا موضوع الرماية هذا بشكل جدي ولكن الرماية التعليم على الحاسب الآلي كان الكمبيوتر كان يعلمون على مسألة الضبط طبعا والربط العسكري كيف أنت تكون ملتزم بالتايم بالوقت بصف الطابور في ساعة معينة الالتزام بأكل معين شعرنا من خلال طبعا البرنامج له أهداف كثيرة ليست فقط على الأمور العسكرية وكذلك تعكس أيضا أن هي اهتمامها كذلك على الشخص نفسه اليوم بعض الأطفال أو الطلب الموجودين في المدارس قد يكون منطوي في مكان معين ما يشارك الآخرين ما يتحدث وبالتالي هذا البرنامج جعل هناك نوع من العمل الجماعي المشترك بين كل الطلب المشاركين هذا البرنامج اليوم هو سعة لتقريب المسافات بين الطلبة معرفة اليوم الإبداعات الموجودة احنا اكتشفنا الناس ما شاء الله كانوا الأول في الرماية في هذا العمر طبعا تعرف الفئة العمرية من 14 اللي كانت فئة ولكن اكتشفنا مواهب في عمر مبكر وبالتالي احنا قاعدين نستفيد من هذا البرنامج نعم صحيح طيب دكتور فيصل باعتبارك يعني طالب سابق ببرنامج أجيال الشرطة والآن ما شاء الله ولي أمر ومسؤول أيضا كيف ترى حقيقة همية استغلال أوقات الفراغ للأبناء بالمشاركة بالبرامج والدورات خلال الإجازة الصيفية وأكبر مثال هو برنامج أجيال الشرطة الحقيقة اليوم أنا من خلال هذا اللقاء أود أن أؤكد لكل الآباء يجب أن يكون لديهم حرص على استغلال الأجازة الصيفية لهذا الطالب اليوم الطالب قد لا يشعر بالمسؤولية أحيانا ليس الكل ولكن البعض وبالتالي يأتي هنا دور الأب والأم في توجيه الأبن للمشاركة في مثل هذه البرامج اليوم لو نتصور الطالب بعد ما تنتهي الدراسة يعني ينام يريح ما يبذل جهد معين من اللي بيكون حريص في هذه المرحلة هو الأب وبالتالي أنا اليوم أنا الأشياء اللي لمستها من خلال هذا البرنامج وعشتها شخصيا وشاركت فيها واستفت منها استحالة أن يوم الأيام أني أنقل هذا الشيء لأبني أو لأي أحد أنا أشوفه أنه لا بد أن يشارك في هذا البرنامج دور الآباء جدا مهم في توعية أبنائهم بضرورة المشاركة مثل هذه البرامج أنا يمكن أن نوهلك اليوم على نقطة مهمة اليوم يعني بصراحة وهذا الشيء يجهد لبرنامج أجيال الشرطة في إمارة الفجيرة اليوم هذا البرنامج استمر من 2003 وحتى الآن وهذا يدل على نجاح هذا البرنامج نحن رأينا يمكن على مستوى الدولة هناك العديد من البرامج التي تعلق بالناشئة وأجيال الشرطة وأصدقاء الشرطة وما شابه ولكن من البرامج التي تعتبر الأكبر والذي يكون فيها انتساب أكبر عدد من الطلبة والطالبات وتم فتح أيضا كذلك المشاركة للطالبات لم يكن هذا سابقا هذا يعد نجاح كبير صراحة للقيادة العامة لشرطة الفجيرة وأنا بصراحة دائما أقول أن هذه البرامج هي التي اليوم سوف تمهدت للمرحلة التي تليها في المستقبل صحيح دكتور فيصل كلمة أخيرة شو توجه اليوم نقول لأولياء الأمور للطلبة وأيضا للطالبات وماذا أهمية بالفعل المشاركة في مثل هذه الدورات وهذه البرامج لا أطيل عليكم طبعا البرنامج هذا هو مهد لنا المشاركة في الخدمة الوطنية والخدمة الوطنية التي كل يعلم الآن هي مدى كذلك أهميتها في الدولة صحيح بصراحة اللي تعلمناه في أجيال الشرطة كان فعلا تمهيد للمرحلة الخدمة الوطنية بما فيها فك وتركيب السلاح بما فيها المشاء إلى آخره الضبط والربط العسكري كل هذا لم يأتي من فراغ أتى نتيجة اهتمام من صاحب السمو حاكم الإمارة الفجيرة الله يحبه وكذلك ولي عهده وكذلك القائد العام لشرطة الفجيرة سعادة محمد غانم الكعبي حريص دائما كان بين الطلبة ومشارك معهم وكل القيادات كذلك الموجودين معها في القيادة العامة والمدربين على رأسهم كانوا دائما يلتمسون للطالب أن هذا أول مرة يشارك وبالتالي يعذرونه في بعض الأحيان ولكن مع ضبطه وربطه العسكري أنا أتمنى وكلمتي في هذا المجال أن تستمر هذه البرامج بشكل أكبر وأكبر وأن تتوسع وكذلك حرصي على الآباء أن ينوهون لأبنائهم بالمشاركة بهذا البرنامج اليوم هذا البرنامج يعكس شخصيتك ونجاحك حتى في المستقبل وفي وصولك لأرقى المستويات نعم يعطيك العافية دكتور حقيقة سعدنا جدا بهذا الحوار الشيق والمفيد أيضا في نفس الوقت كنت معنا الدكتور فيصل سعيد الحفيتي محامي ومستشار قانوني ومشارك سابق أيضا في برنامج التدريب الصيفي أجيال الشرطة شكرا جزيلا لك دكتور على تنبيتك الدعوة وتواجدك هنا في استوديو الفجيرة شكرا دكتور هذا واجبنا الله يحفظ شكرا جزيلا